المسلم يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة ولا يمكن أن المسلم يقرأ في كتب أهل الباطل في كتب أهل البدع ولا يسمع لهم المسلم يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة المسلم المسلم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يقرأ كتب شيخ الإسلامي بنتيمية رحمه الله تعالى النقاط هذا يجب أن يتأكد من هذه الاحديث المهمات أيضا عن الكتب إبن القيم رحمه الله أو إبن القيم إسلام 대학자 إبن القيم أيضا عن الكتب الشيخ أمن باز الشيخ أمن عثيمين الشيخ الألباني رحم الله الجميع ومع تشتركهم الإسلامية وهذا ما يحدث الكثير من الإسلامية شيخ البنباز و الشيخ الالباني شبك لذلك هؤلاء الحسنين